اهلا بكم في كوكب وفيديو جديد في سلسلة تعيين السباحة الكبار النهاردة نتكلم عن 3 اشكال من الطفو مهمين جدا واساسيين ازاي نعملهم كويس جدا وازاي نربو بينهم اول شكل من الطفو معانا النهاردة وهو الطفو عالضهر كنا بناخده في الفيديوهات اللي فاتت بس كنا بنخلي رجلينا عالارض المرة دي هنعملها بس هنخلي جسمنا كله طافي عالمية لو بتقابلك مشكلة انك بتلاقي رجلك بتنزل تحت المية حاول تحركها بشكل بسيط عشان ما تنزلش او استخدم البول بوي او البورد عشان تساعدك على الطفو بشكل كويس مهم جدا في نوع الطفو ده ان نركز في وضع الجسم الراس زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي قبل كده انها لازم تكون كلها متغطية لحد الودن والوسط لازم يكون فوق حاول تخرج بطنك برا المية تاني نوع معانا النهاردة وهو الطفو عالبطن في النوع ده هننام على بطننا ونسيب جسمنا يطفو بالكامل على المية نفس الكلام هنحافظ على وضع الجسم وهو انك هتوطي راسك بحيث ان راسك ما تبقاش طالع على الفوق عشان ده هيأثر بشكل كبير على وضع جسمك في المية وهيأثر على ان رجليك تبقى في المستوى بتاع جسمك او وقع في المية لو بتخاف ممكن تمسك في الستارت او تمسك في الحبلين بتوع الحارة لحد ما تتطمن تالت نوع معانا النهاردة هو طفو التكور النوع ده من الطفو مهم جدا لانه بيساعدك على توازن جسمك وهيديك ثقة قوية جدا في المية في النوع ده من الطفو هنحاول نمسك بأدينا ركبنا ونحاول نقرب راسنا من ركبنا بحيث ان كل جسمنا يبقى عامل زي الكورة او في وضع التكور ده النوع ده مهم جدا لازم نسيب نفسنا فيه فترة طويلة بحيث ان احنا نتعود عليه بشكل كويس المهارة الاساسية اللي معانا النهاردة وهي دمج الثلاث انواع من الطفو دي في مهارة واحدة يعني هنعمل طفو على الظهر وبعدين نعمل طفو التكور وبعدك هنعمل طفو على البطن في نفس المهارة في المهارة دي هنبدأ بالطفو على الظهر هنعم على ظهرنا ونعد خمس او عشر عدات وبعد كده هنخش في طفو التكور باننا هنحاول نتني ركبنا هنضمها على سدرنا مع اننا هنجيب راسنا لركبنا بحيث ان احنا زي ما اتفقنا نخش في وضع التكور وهنعد برضو خمس او عشر عدات اللي ريحك او اللي انت تقدر عليه وبعدها هنخش على الطفو على البطن باننا هنفرد جسمنا تاني ونسيب نفسنا خالص هنفتح ادينا ونفرد جسمنا نفرد رجلينا ويبقى كده عملنا ثالث مهاروية الطفو على البطن ونستنى برضو خمس او عشر عدات اللي ريحك بعد ما عرفنا ازاي نعمل ثلاث اشكال من الطفو وازاي نغير بينهم ده هيديك سكة كبيرة جدا في نفسك ان انت تعرف تغير وضع جسمك من الشكل ده للشكل ده في المية فده هيحببك في المية ويخلى عندك سكة كبيرة جدا في المية هتساعدك بشكل اساسي في تمارين العجلة او لقوف في الماء عارفين انك عايز تعوم وعايز تعمل عجلة بس صدقني احنا ماشيين في الطريق الصح لما تروح لحد عايز تجري لو معلمكش الماشي يبقى يكدب عليك اي حد عجب الفيديو ممكن يعمل لايك وشير وسبسكرايب ولو عندك اي سؤال متعلق بالموضوع الفيديو ياريت تسيب لنا في الكومنت ولو عندك اي سؤال خاص باي حاجة تانية ياريت تسيبه في الفيديو المخصص بتاع الاسئلة اللي بينزل كل شهر شكرا لكم سلام عليكم